موسيقى على ذكر ذكرنا أحد المعلقين يبدو أنه كان دركي أو شيء من هذا القبيل خدم معه هذا المجرم الذي اسمه الحاج و نرى من الضروري أن نعطيكم بعد ما تحدثنا عنه و أيضا تحدث عنه الإعلامي و اكتب عنه مقالات في موقع إلكتروني إسباني و اتحدثنا عن المقالات التي نشرت باللغة العربية عفوا باللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية و وصلت و الآن حسب معلوماتي اللي وصلتني من مصادر موثوقة تقول بأنه يوميا يعدو له تقارير كل وش نحكي عنه ولا وش نحكي على غيره ولكن بلغنا بأنه أصيب بحالة من الهستيريا و يهدد بالانتقام و كذا و كذا و كذا لكن ما وصلنا أنه شعر بأنه تورط ورطة كبيرة في قضية شقيقي لأنه قضية شقيقي يا جماعة أراه ظلم و عدوان تخيل هنا بش نعطيكم شوية صورة و بعد ذلك نقول لكم وش دار شقيقي عادل يوم 13 أوت داهموا بيت العائلة قالوا عندهم أمر من وكيل جمهورية داهموا عن بيت العائلة من الخامسة صباحا من الناحية القانونية يسمح بمداهمة البنوت بأمر من وكيل جمهورية من الخامسة صباحا يسمح في هذا التوقيت لكن هناك حالات يقدرها وكيل الجمهورية لما تكون حالة تلبس جريمة قتل مجموعة إرهابية ناس عندهم بضاعة ممكن يكون يخلوه يطلع النهار يهربوها وكرت عدعارة أكرمكم الله أو شيء من هذا القبيل ممكن أنه يفرض على أنه تكون هناك عملية مداهمة على الساعة الخامسة صباحا لكن منزل شيخ في التسعين عمره عجوز ثمانين من عمرها حكاية وما هي حكاية مودام قالوا بأنه هذا المودام خرجت منه منشورات عبر الفيسبوك يعني كي يروحوا في النهار لا يروحوا في النهار فيها مشكلة هذه النقطة الأولى هما قالوا عندنا التسخيرة أو شيء من هذا القبيل بأمر من وكيل جمهورية أنتع مدينة الشريعة وليتبس هو لما جو أخذوه وكيل الجمهورية هو الذي أمر بوضعه تحت النظر على ذمة اتهامات موجهة لي تتمثل في منشورات وصفت بأنه فيها إهانة للدولة وكذا 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 ومنشوراته ما فيها وليه كان يعبرها كذا كلهم لحواج لظلمه وكذا وكذا ورسالة بعثها إلى تبون رسالة انشرها بعثها إلى تبون ركبها في فيديو وانشر صورة الرسالة يطالب فيه السيد رئيس الجمهورية يطالب فيه من أجل إنصافه هذه هي الحكاية لما راحوا قدموهم إلى وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية أمر بتحويله إلى التحقيق قاضي التحقيق ما طحلهمش في الفخ أمر بإطلاق صراعه ما لقاش تهمة أي تهمة لكن وكيل الجمهورية دعم دينة الشريعة من خلال ما وصل للمعلومات أنه مرتشي ومن أخبث الناس اللي يعملوا في مجال هذا وعنده تجارات وعنده مشاريع وعنده بلو ومرتشي رجال الأعمال تعمل منطقة كل إبات صهران عندهم في بيوتهم هكذا الأثرية والأغنية ويجي ونحكي هذا كان ما عجبوش الحال لأنه هو كان حبه ينعبط إلى السجن هذه هي القضية اللي عنده مباشرة أطلق صراحه ما عندهش قضية أخرى وش داره وقال لك هم خلاص العائلة فرحانة على أنه أطلقوا صراحه ورح يجي للدار وإذا بهم يقولوهم رجعوه له وكيل جمهورية دار اتصالات وفجأة عمل في تلك اللحظات تنازل على القضية من وكيل جمهورية الشريعة إلى وكيل جمهورية قسنطينة هكذا حسن ما يحقوه هي الحكاية كري حدثاً بعد هذا هو السيناريو اللي يحكو فيه على هذا الأساس قال لك بأنه مباشرة لما أطلق صراحه ظهرت مستجدات أخرى في قضية فوكيل الجمهورية تنازل وكيل جمهورية تعمى حكمة الشريعة تنازل إلى وكيل جمهورية محكمة قسنطينة والواقع غير ذلك الواقع أنهم أخذوه وضعوه من بقية العائلة وسافروا الأشقاء عنده لمدينة تبسة حوالي 50 كم راحوا ينتظروا فيه ما خرج يدخلوا قلق عنده قضية أخرى هناك تم نسج السيناريو لأنه الأمر تصل بهم والحاج قال لهم ما يخرش ديروا ما يخرش قال لهم خلوا عندكم وقولوا عنده قضية أخرى هي ما زال ما داروا له قضية ولا شيء يرفضوه من ثم كان يوم 19 يمشي جنرال جابوه على حسب معلومات معه رجال أمن تعموا خبرات أدوه للأمن الخارج يختفي منذ تلك المد دو جهاز الكمبيوتر نتاعه أرسلوه إلى المركز تاعه هذا تاعه الأدنة الجنائية تابع للدرك الوطني في الجزائر في بوشاو ثم تم لغموله كمبيوتر داو تم استرجاع المادة فيه تم استرجاع المادة اللي فوسته وقالوا له عندك بعد ما وقعت ضجة آه قال لك أروح رجعوا له المادة لأنه في الأول كانت لحلت ابتزاز ما لقوا عنده والو داروا تحقيقات على الأموال كل شيء ما عنده حاجة ما لقوا له قاوا عنده حتى لرصيد ودع البنك نتاعه الأموال اللي تدخله من شهرية ودع الدرك الوطني ولا عنده شيء حتى المنزل ما عنده شيء مسكين المهم فلما داروا هذه الحكاية فبركوها بعد لما جتهم مراسلة من الأمم المتحدة تطالب بضرورة الكشف عن اختفاء قصري لهذا العسكري السابق والدركي السابق ليحمل رطبة مساعد واش داروا آه قال لهم الكمبيوتر تتعوا الدهل هي آه يطلعونه فركتوه لأن أرجعونه المادة وأنا أقولها لكم في سنة أعتقد في 2014 أو شيء من هذا القبيل في بداية الأنفية العشرة الأخيرة هذه انت عن 2014 أو 2012 في البريود هذا الدرك الوطني اشترى برنامج لاسترجاع اشترتوا الدرك الوطني بالمليارات لاسترجاع المواد التي يعني من الكمبيوتر يمسحوها ولا من التليفونات اشتروا برنامج كان عندهم هذا البرنامج وزادت الآن عندهم برامج أخرى متطورة جابوها من روسيا وجابوها من دولين أوروبية صار بإمكانه يحطك البرنامج الكمبيوتر هذا وش مر عليه في تاريخ ويسترجع وأخي عنده هذا الكمبيوتر هو اللي كان يخدم به كان يخدم في بريغاد عندهم كمبيوتر واحد عند شيف بريغاد وأكل الجدرمية هذو كل واحد يستعمل في الكمبيوتر في النهار يجوهم مع عشرات الشكاوى ومواطنين وكذا 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 وكيف يشرح يقعدوا يديروا طابور فأعطانهم ترخيص من قائد المجموعة أو قائد الكتيبة أو شيء من هذا القبيل أعطانهم ترخيص باستعمال أجهزتهم الشخصية لذلك شقيقة عادية ما لقوا عنده ورقة مطبوعة لا لقوها ولا شيء ولا شيء استرجعوا المادة وقال لك مبرر خلينا سجنه ودارونه على أساس أن هذه المادة خذاها لما كان ذركي بش يحطوه في المحكمة العسكرية لأنه ما كانش قضاء في المحكمة محكمة العسكرية مش قضاء القاضي يتلقى وكيل جمهورية يتلقى أوامر من قائد القطاع ولا قائد وش يسموهم وكلهم يعملوا تحت أوامر سعيد شيء قريحة ومدير المخابرات والجبار مهنة ووش يسموه الحاش هكذا ما كانش واحد يروح للمحكمة العسكرية يعالج بطريقة سليمة ما كانش ما كانش كلها بالأوامر يعطوه أمر دخلوا الحبس يعطوه أمر بالبراء مثل ما حدث مع توفيق حكموله المرة الأولى بخمسة عشر سنة دار الاستئناف كان في فيفري بعد وفاة القايد صالح زادوا جددوا له خمسة عشر سنة بعد ذلك عندما تم نصب للفخ راحوا فتحولوا المحكمة في يوم تعطلة أسبوعية وكان يوم السبت وحاكموه وبراء التامة والأمر نقفسه إلى الجنرال تخرين وكذا وكذا لذلك داروا له وكذا الدهل المحكمة العسكرية باش يتحكموا في اللعبة كلها هذه هي الحكاية اللي داروا بقاء أول حاج ما كي وقع له ضغط من الأمم المتحدة والضغط الإعلامي كذا كذا قال لهم الدهل المحكمة العسكرية مع الاتفاق مع الجهاز الأمن الداخلي والخارجي وهو مره على كل الأجهزة قال لا يديه طيشه عند المحكمة العسكرية وقال بأنه عند المحكمة العسكرية عنده قضية وخليه ثم ولكن ما يقوم به يحيى أولحاج هذا المجرم هذا اللي اسمه في جماعة السوقر سرق صبابا وهو عنده تاريخ في السوقر يخشى منه ما يحبوش يظهر فقال لهم ما والو لا تحقيقات لا أي شيء عندما قمنا بالضغط هاو قال لهم تحقيق والمعلومات اللي وصلتني قال لك بأنه يستعجلوا في التحقيقات باش يحكموا له حكم قاصي نكاية في أنور مالك هناك من قال لي ممكن خمس سنوات حتى العشر سنوات رايح يضربوه بحكم قاصي نكاية في أنم هذا ما يقوله أولحاج هو واضح والأيام بيناتنا والأيام بيناتنا ننتظر الحكم ننتظر الحكم لأنه ما كانش عدالة لو كان عدالة في السفين هو مواطن مدني لقيته عنده السيدي لقيته عنده هذه المادة صحية يقدمه المحكمة المدنية يرى هو مواطن مدني لقيته عنده وش المانع يتحاكم مدنيا وتكون عنده هذه القضية يخي حكمتوه عنده حواج منشورات هل يش ديروا له سبع ألاف قضية ديروا له قضية واحدة وهاو عنده في المحكمة المدنية لأنه في السجون العسكرية الجزائرية خارج إطار القانون خارج المراقبة فيها التعذيب فيها الضرب فيها الحجرة فيها التلاعب بالملفات عليش الجنرالات ما يدهمش حكمهم عسكرية مدنية رغم أنه القانون المفروض يحكموا مدنية اختلس أموال عموية كان قانون مدني يحكمهم غير بيناتهم باش الملف يتحكموا فيه ينقوا جنرالات نافذين لأنه ما كان جنرال يسرق واحده يسرق جنرال تأكد بلي روهم عشر جنرالات يسرق كولونال قادر مع أهمية كولونال ولذلك ما يحبوش لا يريدون أنه عارهم يخرج ويتلاعبوا بالقضايا كما يجب يعني بالله عليكم بوعز وسيني اللي حب يتلاعب في الانتخابات هو وحده مع زوج أشخاص هي سلسلة عبر القطر واحد مثل الأمين العام لوزارة الدفاع يروح متهم بالفساد وحده نوبا مناد نوبا الجنرال اللي كان مسك الدرك الوطني غير هو اللي سرق هو سرق فقط لوحده مستحيل ها ها ما يسموه الجنرال الهامل هو وحده هكذا انت مسك الأمن الوطني على مستوى القطر وحده كذا كي يسرق وحده هذا من سابع المستحيلات يا ناس متورطين فيهم لذلك كثير من الجنرالات يدوهم الحكم العسكري باش يدرقوا معا لكن الجنرال الهامل رغم أنه مازال عسكري مازال رطبته جنرال لم يأخذ التقاعد من المفروض يتحاكم عسكريا لأنه لو كان يتحاكم عسكريا ما كان ولا إثبتت عليه لذلك فضله يدوه للمحكمة المدنية و يلعب في القضية كما يعني على حسب الهوى على حسب أهوائهم لأنه إذا سرق هو رهو يسرق معا مسؤولين في الشرطة وكذا 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 خلني يذهبوا إلى الجحيم ولكن في أمور الجدرمية والأموال خاصة هو عنده مشاكل أراضي مع السفير ولكن هذو ما عنده كلهم مشاكل تعمل ميزانية العسكر ميزانية تسليح وكذا 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 ومشاريع في وزارة الدفاع رهو في العسكر ويتلعبوا في القضية وإخفي هذا ودير في هذا وكذا وكذا وأنا عشت في العسكر وكنت في السجن العسكري وكانوا معايا ضباط مسجونين معاهم جنرالات متورطين في القضايا ضحوا بكوماندون وكذا وكذا وأخفوا ونذكر في هذه الماء على سبيل المثال واحد الحادث انتع غوصات كلفت الجزائر ملايين أكثر من 120 وقل مليون دولار عين ذاك في 1997 أو 1995 وضحوا عين ذاك مع واحد كابيتان أو كوماندون في البحرية اسمه الساسي هكذا ضحوا به ضحوا به وكذل جنرالات الكبار اللي عقدوا السفقات كل ما كاجه مسحوا فيه والموس وهذا هو ديدان المهم عادل هذا هي الحكاية انتاعه الآن أنا قلت لكم طلب منهم أنه يحقلوا في الأيام القادمة عنده تحقيق على حسب ما تمت برمجته هذا مصدر من المحكمة العسكرية قال لي بأنهم برمجوه باش يروح للتحقيق باش يسرعونه في الحكم ووش يسموه لحسب ما وصلني عن هذا الجنرال المجرم هذا انتاع والحاجة قائد الدرك الوطني هذا قال لهم والله العظيم غير منت قم في خوف يعني تخيال دولة سيد كان جدان يعني كان مرشح باش يكون يعني ماسك درك الوطن في وش يسموه شاف بريقاد يعني كان رح يوصل شاف بريقاد وكان دير في الماستر وكان ممكن كان دنيا دنيا والجزائر دولة رح يولي ضابة راح خلق هذا وقال منتقم فيه يعني أنه ماشو قادر علي أنا ماشو قادر يدافع على نفسه ماشو قادر يطمس هذه المعلومات وهذا العار قال لك خلي رح ننتقم من طفل هذاك الجدارم هذاك يبنى يبنى اي هتا عفوا لساني من ذكر هذا الكلام يبنى الحرك ويبنى الخنأ يعني كيفاش تروح توصل لهذه الدرجة باش تنتقم من واحد ويهدد ويقول لهم وزيد غضاب على حسب معلومات غضاب من هشام عبود ورح نجيبه وذرك نجيبه اللي هناك يجبت محمد عبد الله ودرك السابق هذاك اللي كان في إسبانيا ونجيبهم الكل وتشوفوهم وكيفاش نزلين من الطيارة يا مهبول يا مهبول والله لو تكون أنت ومعك تبون ومعك يرجع حتى القايد صار حي معاكم وتطلقوا كله وتطلقوا الكل ما تحركوا شعره منه هانا يقول هذاك يعني كفاكه باثاً هذا ويهدد والآن يقول لهم شوفو حوصولي على المعلومات منين توصلهم وشكون هذو من الجماعة اللي يعطولوا في معلومات علينا في وش يسموهم وجدت عندنا دولة حقيقة راهي هذه الدولة بمجرد ما تخرج المعلومات هذي يحقوا فيها يلقاوها يحسبوه لأن الدولة تهمها صمعتها ولكن هذو ما يتهمهم همش صمعت الدولة تهمهم صمعتهم هما ولذلك يعبثوا بيها تبون كيلة رشف الزفة والله يا جماعة تبون غير الكاسي دور هانا يقولها لكم يضرب دورا للبير و بش يسكر ويروح الدار و يسكر تراحة ماء إنسان والله يا جزائريين يا البلاد مديها للهاوية الجزائر إلى أين الآن هذا السؤال اللي طرحه بوظياف أيام زمان الآن يجب أن يطرحها بشدة و من طرف كل الجزائريين الجزائر والرائحة بهذا الظلم و هذا الجبروت و هذا الطغيان و يمسك ترك وطني و يمسك مخابرات يولي رب الجزائريين يتصلت عليهم لقانون لمؤسسات لقضاء بالله عليكم دولة تخضع إلى نزوات انتع ناس فاسدين يمكن أن تبنى و يمكن أن تتطور كيف يكم كيف يكم ضحكا على ذقون الجزائريين كيف يكم هبلا هذه الجزائر والله لن ترى نور التحذر و لا التطور بل أنها تمشي تتعور و تتخور و تتهور ما دام حكمها رئيس شخشيخة يعبث بها العسكر أي ما عبد إذن إخواني الكرام معلوماتي على أنهم بدأوا هذا الحاج يهدد فيه أنا و يهدد فيه الإعلامي هشام عبود يتكلم عليه و يهدد فيه كل واحد يتكلم عليه راح نجيبهم و أيضا يقول بأنه سينتقم في شقيقه و عائلة و من هذا المنبر و أحمله كل المسؤولين لا تظن أني قاعد ثم في الجزائر درك الوطني تحقر في الناس والله العظيم والله العظيم يا لو يحدث مكروه لأحد أفراد عائلتي سأطاردك في القضاء سأطاردك في القضاء الدولي و راح تروح تقاعد و على بالك باللي إذا تقاعد و الحاج يروح للسجن أو ما كان الجنيرال يتقاعد إما يموت ولا يروح للسجن لأنهم كلهم حرامية أولاد كذا هذه هي الحقيقة للأسف الشديد و الجزائر اللي مازال يثق في واحد مثل هذا و يستأمن هذا على مؤسسة الدرك الوطني كان أرجعوا للملف اللي خلاه على مكتبه بو سطيلة اللي حضر له مكتب ملف و رايح للسجن بجرائم شنيعة و نذاك الدخلوا و أحماهم لأنه ما عندناش بلد بإسمها قانون لو كانت عندنا دولة القانون رئيس حكومة تتم قالت إذا ظلموا واطن بسيط لكن نحن مافيات يا ناس كل مدينة الوالي و عنده و مجموعته من الناس اللي عندهم رجال المال و الأعمال و و كلاء الجمهورية تحت أمر الأثرياء مثل وكيل الجمهورية أنت الشريعة هذا عندنا ناس أثرياء أما ما نستطيع نسميهم لأنه كل كل قب عائلي عندي فيه ناس نحترمهم ولكن عندي الأسماء متع الأشخاص ليذبحوا لهم في الخرفان و يوكلوا فيه و يشربوا فيه وهو شخشيخة فيديهم عندي الأسماء متع هذم الأشخاص و إذا ما حشموش و الله سأسميهم مستقبلا يا سكان الشريعة أبناء مدينتي و خاصة أولئك الأثرياء الذين يعرفون أنفسهم عندي معلومات على وكيل الجمهورية أنت الشريعة ماذا تفعلون معه و كيف تتلاعبوا معه و الشراكات اللي عندكم معاه و الخرفان اللي تذبحوا فيها في البويت نتاعكم لصالحه إذا لم تتوقف هذه الأفعال المشينة سأفضحكم بالأسماء هذا هو والأيام سجال بيننا و اذكروا كلا لأيام